بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي المشاهدين والمتابعين صهر الرضاية جديدة ملعب أونتايم وأخبار وانفراضات وكواليس على غير ما أنتم متوقعين مش حبدأ بمباراة الأهلي والمصري اللي انتهت منذ قليل بفوز النادي الأهلي 2-0 لكن حبدأ بموضوع من وجه نظري هو الأهم الإخراج التلفزيوني صراحة لأنه أنا بقعد قدام التلفزيون عايزة تفرج عايزة استمتع باستمتع بالمباراة الأوروبية وبعضا من المباراة المصرية بعضا يعني في مباراة ببقى فيه إخراج رائع والدنيا تمام وميت فلو 14 بتقعد ما انتش محتاج حاجة خالص يعني لكن أنا هقعد طول الوقت مع مخرج عمالي عيدلي قاوت عمالي عيدلي فاول في نص الملعب ويجيبولي يمين وشمال وفوق وتحت وواحد في المدرجات ومخرج ما يجيبليش جمهور الماتش اللي فات فاقوم المخرج النهاردة يعوض تماما يبقى اللقطات كلها على الجماهير الماتش ده وتيجي على اللقطات الحاسمة الهمة ما شوفهاش ما بشوفهاش وخلي بقلك لأنه النهاردة التصوير التلفزيوني غير زمان تصوير التلفزيوني النهاردة بيغير نتائج بطولات ومباريات وكؤوس لأنه في مصور بيظهر تسلل بيظهر ضربة جزاء بيظهر ضربة تحتاج الى طرد او او فبتبقى الصورة بيور واضحة قدام طاقم التحكيم وفي مصور تاني عيني بيخلي لحكم الفار عارف يتكلم ولا حكم الملعب عارف ياخد قرار ولا حد عارف يعمل حاجة وكلنا بنطلع نهاجمه كلنا بلا استثناء او بنهاجمهم يعني لما بسأل فيقولولي لا في عدد كاميرات مش وحش مش بطال يعني معقول وحتى زمان لما كان عدد الكاميرات قليل والله كانت التقنية افضل لانه كان المخرج بيشتغل على نفسه وبيجود من نفسه وبيعلم من نفسه وهكذا وحنا على فكرة من زمان عندنا مشكلة الاخراج التلفزيوني هي متوقفة على اشخاص فيه مخرج كفء ومخرج مش كفء نظام الدور في الحاجات دي ده نظام تعمل عليه اكس وتشتبه وترمين مفيش عقسمها دور في عقسمها كفاءة لانه هو زي فريق كرة انا مش هلعب الفرقة بالدور مش النهاردة الدور على ده يلعب باكليفت وده يلعب حارس مارمة وده يلعب رأس حربة وده يلعب سردباك وده يلعب ناحية اليمين ده يلعب ناحية الشمال لا انا هلعب اللي يكسبني هلعب اللي نجحني هلعب اللي يخلي شكلي احلى حاجة في الدنيا في اي مكان وفي اي مجال في كرة القدم في الفن في المسرح في السينما في التصوير اي احداث اي حاجة لكن ما يحدث الحقيقة عندنا هو امر عجيب بعدين تيجي تكلم المخرج يقول لك اصل المصور ابن اللزينة ما جاب ليش مش عارف ايه اصل مش عارف مين ما جاب ليش ايه دايما الحاجة الجاهزة انا النهاردة لو لو انا مثلا كان عندي وقت عشان اعرض لكم لقطات الاوتات والفولات والاعادات اللي ملايش لازمة من نص الملعب ماشي هنكمل الحلقة لكن لما اجي في لعبة زي كرة المصري اللي احتاج عليها لعبه المصري كثيرا اه صحيح كبتن ساميرو عثمان قال انها تسلل وكل الكبات ان قالوا ماشي اوكيه لكن بتاع الفر الغالبان ده هشتغل ازاي انا بتكلمش في صحتها من عدمها خلاص هما الخبراء اجمعوا انها تسلل لكن انا بتكلم في ان انا محتاج وحق يا اخي عليك انك تديني صورة حلوة يا اما تقول انا عندي مشاكل واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا الكلام للسيدة الفاضلة المحترمة انا الى فرور رئيسة التريفزيون يا فندم بعد اذن حضرتك الموضوع بالكفاءة مش بالدور زي مسلا ما تيجي اه واحد يفضل يترقى لحد ما يبقى مسلا مدير عام هو ما عندوش كفاءة فبيبعز الشغل وده الحمد لله تقريبا شي بيتلغى في مصر الاقدمية 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 مش كل حاجة المذاكرة والكفاءة والنصاحة والموهبة ما هو المخرج ده موهوب بيعرف استضر حاجات الناس ما بتاخدش بالها منها او بيعرف الدين صورة واضحة صورة بيور زي ما بيقولوا يعني فانا الحقيقة ارجو ان موضوع الاخراج التلفزيوني ده لان احنا انا من يوم ما بدأت تعليق وانا بشتكي من هذا الامر ما بقولش ناس باسمها يعني اه يعني ما اقدرش احدد ناس بالاسماء وزي ما قلت لكم فيه ناس كويسة وناس مش كويسة فاللي مش كويس ياخد وظيفة ادارية واللي كويس يكمل ان شاء الله ياخد كل يوم مباراة بس يشتغل او نشتغل انه نعمل دورات تدريبية الناس تعلم ان احنا نجيب ناس من برا انه نبعتهم دورات برا انا بتفرج على بصراحة دوريات قريبة مننا ببقى مخدود هناك حكم الفار ما بيتخدش لانه الدنيا عنده سهلة وسالسة وواضحة وجميلة دي نقطة النقطة التانية ارجو بقى احنا خلاص بنخلص موسم السنة اللي جاية بقى لا يا صح ولا يليق على الاطلاق انه كل ما الحكم ييجي يطلع يشوف الفار مظاهرة وراه من الملعب ومن برا الملعب مظاهرة بمعنى مظاهرة يعني ويعني مش قادر يسيطر اطلع استنى هتشوف مثلا وبيحسب البنالتي النهاردة هو شاف الفار وراجع لسه محمد عبد المنعم بيتكلمه بتكلمه في ايه ما تسيب الراجل هو شاف وراجع هي كلمتك اللي هتأثر هتخليه او كلمة حد من الجهاز الفني في النادي المصري ابدا هو هيشوف صورة وفي النهاية هيدي قرار فمن السنة اللي جاية بعد اذن حضراتكو هنا هو طلع ادى للكابتن سيد عبد الحافيز انذار يا كابتن سيد اقعد يا كابتن سيد هو الراجل هيشوف الفار وحقك هتاخده اقعد اقعد استنى خلص الفار انا ما بتكلمش هنا في اللعبة من عدمها انا بتكلم خلينا مع الحكم يا كابتن يا ناصر عشان ارجع لا ارجع سنة ارجع سنة ارجع سنة لا بص حضرتك ارجع معلش تاني يا ناصر ارجع تاني يا ناصر انو محمد عبد المنعم ما تسيبه ما هو الراجل هياخد قراره ما الراجل هياخد قراره اهو ايه انت مالك يا عمنا وبعدين لما بنلت راح ساجد شكر طب لو ما كانش بنلت كنت عملت ايه يعني لو ما حسبهاش بنلت كنت عملت ايه خلاص بقى راح مستلموا لعبت النادي المصري وبعدين احنا كلنا بنطلع بصراحة هاجم وننتخد الحكام يعني يا باشا من فضلك اذا نظام الجامير حيب اذا ما هو كده السنة الجاية تنقل الفار الناحية التانية محدش نروح للحكم خالص يعني ويطلع كده الاي لعيب هيتكلم مع الحكم في مضوع الفار على طول كارت اسفر تروح الفار هناك عن درجات الدرجة الثالثة اذا كان نظام الجامير زي ما هو لكن لو نقلت الجامير الدرجة الثالثة هيبقى عليه العوض مش هينفع او تفضيل المساحة بقى اللي قدامه دي ممنوع خالص ايا من الاجهزة الفنية يقترب ولا الادارية يقترب خالص من الحكم يعني انا بقولك انا بتكلمش في صحة البنالتي ولا عدمها ولا صحة الهدف ولا عدمه انا بتكلم في قصة اخراج تلفزيوني بصراحة الناس كلها بتشتكي وانا كزا مرة بعايز اتكلم ومحمد ناصر يقول لي معلش يا كابتن اصبر شوية معلش يا كابتن اصبر شوية عشان خاطرنا شوية لكن ما اقدرش اصبر اكتر من كده بصراحة لانه الموضوع زيادة مبالغ فيه مبالغ فيه جدا مثلا الكرة تبقى فيه سفارة يفضل يجيب لي راكشن على وش اللعيب وكرة تتلعب وتبقى عند التمنتاشر التاني ولسه بيجيب لي اعادة لسه بيجيب لي راكشن على وش اللعيب هي الكرة راحت فين حسب قاوت ولا فاول ولا كورنر ولا ما بعرفش ومن تال اما انا ما بعرفش يعني فلازم يعني الحاجات دي انا ما بختراش العجلة ده انا بقول ابسط القواعد وانا مش شاف ان الاخراج التلفزيوني امر صعب يعني زمان كان عندنا مجاملات زمان يعني دلوقتي خلاص بطلط وعندنا كفاءات والله ممتازة يعني فانا بس بارجل حامل سادة المسئولين عشان ما كلش مش كل واحد ينام يقولك انا مظلوم انا اتظلمت انا مش عارف ايه ما ينفعش هذا الامر انا من وجهة نظري لا يصح يعني طيب